بمناسبة المصارحة آخر تصريحين لمجلس الوزراء في تصريح الدكتور كامال الجنزوري قال فيه أن فيه دول كتير عرضت على مصر منح ده يعني كان بعد صورة 25 يناير مباشرة وبعدين تقعصوا بالتالي هما يعني بشكل أو بأخر تسببوا في الوضع الاقتصادي المتدهور لمصر في دلوقتي أنا أقول لأستاذي الدكتور الجنزوري أن دايما القائمين على الأمر في الموازنة العامة للدولة والعجز بتاعها زي ما هو بيقول لك نعمل تقشف تقشف في الانفاق الحكوم وناخد فلوس من بره هذا هذا سبيل ملا سبيلة له يعني ده دي أبسط أبسط الأبواب وأعربها إنك تعمل تقشف في الانفاق الحكومي عشان يحصل عندك إرادات زيادة وإنك تلجأ للغير عشان يمولك يمول العجز في الموازنة بتاعتك وتهمل وتهمل إعمال العقل والجهد فيه بنود الموازنة وكيفية إنك إنت تتمولها تمام؟ إحنا بنقول الدفاقات الحكومية ديت مفروض ما يحصلش فيها تقشف يحصل فيها ترشيد ده واحد أنا ضد لفظ التقشف هتقولوا لي اليونان بيقولك فيها تقشف مستوى دقل الفرض في اليونان ومستوى رفاهية الفرض في اليونان يسمح أن يبقى فيه تقشف إنما إحنا هنا على بعد اجتماعي الناس عملت صورة وطلعت بالصورة نفسها على الأقل يعني تبلي رقها بشوية مية يعني يعني يبقى فيه كده إيه مستوى رفاهية أعلى شوية ما تجيش الصورة تقوم تنزل مستوى رفاهية أكتر مما كانت عليه المسألة مش مستحملة خالص تقشف المسألة مستحملة ترشيد ده واحد وزي ما أنا قلت في أحد القانونات أن هناك فرق ما بين ترشيد الإنفاق وقطع الإنفاق وتخفيض الإنفاق تخفيض الإنفاق ده التخفيض ده هو سياستنا اللي مفروض نأخذها كعقيدة مهمة جدا لأن تخفيض الإنفاق بما لا يؤثر على عنصر الإنفاق في تأدية الأهداف واخد بال حضرتك يعني أنا خفض الإنفاق أرشاده وأنا وخفضه بحيث ما حصرش على أداء لأن الإنفاق ده لابد أن يقابله عائد فلو أنت قللت الإنفاق العائد بيقل العلاقة ترضية لكن لو أنا رشدت الإنفاق أو خفضت الإنفاق بما لا يؤثر على قدرة العائد ده بما لا يؤثر هذا التقليل على قدرة العائد هو ده الشغل اللي في التخفيض خطة محكمة تطلع من الحكومة المصرية تقول المفروض نعمل إيه في الفترة أنا بقول على الحكومة المصرية في الفترة دي في حاجتين اتنين في حاجة في الأجل السريع والمتوسط وفي حاجة في الأجل الطويل الحاجة اللي في الأجل السريع والمتوسط إنك تنمي موارد الموارد دي كان يلتفت عنها لتحقيق أغراض في نفسي عقوق تمام وانت عارف على مدى تلاتين سنة الأمور والمشروعات دي تمندسرة لأسباب كثيرة كلنا نعلمها ولكن المحزن في هذه المسألة أن هذه الأسباب ترسقت لدى القائمين على الأمور في ذاكى العهد والممتد حتى اليوم وأصبحت بحكم العقائد وبالتالي أنا شايف المشهد السياسي والمشهد التنفيذي داخل الوزرات لا يختلف كثيرا عن ما كان يحدث في الماضي لا هما لديهم أمل إن هما يتقدموا ولديهم أمل إن هما يعملوا لكن كوابح فكر الماضي وسيطرة فكر الماضي لازالت منطبقة على أداءهم الوظيفة والمهنة وبالتالي أنا لما بنتقد حد ما بنتقدوش في شخصه لكن أنتقدوا في أداءه ولا يكفي النواية الحسنة لتحقيق الأغراض فالطريق إلى جهنم مليء بالنواية الحسنة فأنا بقول دلوقتي فيه قدامنا علاج سريع باعتبار أن هذه الأمر أزمة الحاجة الأولى أول حاجة علينا بتنمية الصناعات الاستخراجية الصناعات الاستخراجية المناجم والمحاجر موجودة زي ما هي وفيه إحصائيات بتقول أن الطاقة الإنتاجية défائلية لا تتجاوز 3% من قيمة من الطاقة الإنتاجية للمحاجر والمناجم والصناعات الاستخراجية يبقى إذا أنا عندي 97% غير مستغل وأنا عايز فلوس فبدل مناجم والمحاجر دي مطلوبة برة على طول مطلوبة في التصدير فأنا اللودر واقف والمعدة واقفة والقصة واقفة داخل داخل العنبر الانتاجي كل القصة أن أنا هزود والورديات العمل وهنظم الشغل يعني هنظم العمل فبالتالي أنا مش هحتاجنا فقط عشان أزود الانتاجية أو أزود الطاقة الانتاجية دكتور خلينا برضو يعني عشان أنا مش عايز أنا نتطرق لحلول لأنها محتاجة فقرة لوحدها ونتكلم عليها بالترتيب أكتر يعني يكتفي النهاردة بأننا نعرف المصطلحات ونفهمها ونعرف إيه اللي حصل بالزبط وإن شاء الله نكون عندنا فقرات قادمة دكتور دياب محمد دياب مستشار مالي وخبير إدارة الأزمات المالية بشكرك جداً نهار دينا في نهارك سعيد ترجمة نانسي قنقر